بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نستطيع أن نقول أنه منذ خطاب الفريق أولى البرهان في جبيت الخطاب الأخير أننا ربما نشهد في الواقع الميداني العسكري شيئا مختلفا. يعني أنا أحب أن أقول أننا قد نشهد و قد تكون مثل هذه الأخبار كلها. يعني تأتي الدلالة على فك ما بين قوسين المصطلح الذي تم سكه داخل الأرويق العسكرية نفسها. ما يسمى بفك اللجام. بحيث أنه ينتقل الجيش من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم يعني. الوضع الأمدرمان كانت هناك أخبار قطعها. ما حدث في مدني. ما حدث في ولاية الجزيرة. يعني قبيل توجه التمرد إلى ولاية الجزيرة. و ما فعله في ولاية الجزيرة و انسحاب قوات الجيش من هناك. كانت الأخبار تترى من درمان بأنه هناك عمل كبير يتم. صحيح. أن هذا العمل يتم ببطء شديد. لكن المتغير الكبير في تقدير هذه المرة. أنه حصل خروج من الصندوق. يعني التفكير العسكري. الآن خرج من الصندوق الطبيعي. إنه في قوات تريد أن تفك الحصار عن منطقة المهندسين العسكرية. هذه المرة جاء الهجوم من داخل القوات الخاصة التي تتبع له سلاح المهندسين. هم الذين قاموا بهذا الاختراق. يعني المحاصرين هم هم الذين فكوا حصار الخاصين. هم الذين قاموا بهذا الاختراق. نعم. يعني على الأقل في الشارع الأربعين. في مسارات أخرى في عمليات عسكرية بتتم من قبل القوات الجيش. والمستنفرين. والحيئة العمليات. القوات الخاصة يعني. هناك تتم يعني. تتم في في مناطق قتال. فلكن الجديد. الجديد هذه المرة هو هذا الاختراق الذي قامت به القوات الخاصة التي تتبع لسلاح المهندسين. هم. والتي بلا شك فاجأت العدو. وأربكت حساباته. لأنه كان يعني. كان اليقين بأن هذه المنطقة محاصرة ومعزولة. ولا يمكن لهم أن يتحركون. ويحدثوا هذا الاختراق. انا بعتقد أنه. آآ يعني. عموماً الذهن العسكري. بناء على خطاب الفريق أولى البرهام في جبيت. ربماً انتقل من من مرحلة الاحتماب والوجود داخل المعسكرات. وتنفيذ عمليات نوعية وخاصة عبر الوحدات الخاصة. إلى أنه يخرج في عمل في عملية عسكرية. شعمل. هذا ما اشار اليه الفريق أولى البرهام في خطابه. والذي نتوقع أن أن يظهر في الآيام القادمة. نعم.